السلام عليكم متابعي دراما سبورت تم الحجز على الأموال المنقولة والغير المنقولة للسيد فادي الدباس وزوجته بشكل رسمي وبقرار رسمي من وزارة المالية مثل ما بتعرفه فادي الدباس هو الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم بسوريا ومثل ما بتعرفه موضوع الفساد بسوريا هو موضوع روتيني وبالنسبة إلينا كشعب سوري شغلة عادية بمجرد ما الشخص جمع له كم ليرة أو كم يورو وإذا كان حربه وبيعرف يتصرف بيهرب بره البلد وبيستفيد وبيشفط بكل هالمصاري اللي أخده وإذا ما كان حربه وطمعه بزيادة وحب يجمع ويجمع وخلص ما اكتفى بالمصاري اللي أخده واللي نهبه فبيستمر لحتى ييجي يوم وبينكشف وكمان بتصير المساءلة القانونية يعني الشغلة بتكون شغلة تناقضات في ناس بتستفيد من الفساد وبتهرب بره البلد وفي ناس بتضل جوه البلد لحتى تنكمش أو لحتى بينكشف المسطور لغايات ممكن ما تكون حتى رياضية ممكن تكون غايات سياسية أو تصفية حسابات بالمختصة المفيد أي مسؤول بالبلد سواء فادي الدباس أو أي شخص تاني تاجر أي أي شخص دائما بيتعلق باللي أعلى منه بالواسطة اللي أعلى منه فإذا انشالت الواسطة أو راحت الواسطة أو راح السند فخلص هو كمان بينتهي أوتوماتيك مع هاي الواسطة بالمختصة المفيد يا شباب أنت وحظك بسوريا يا بتصير لورد وبتلعب باليورو يا بتجي بتصف جم خيك داني وبتحكي بالغريفن الغريفن هي العملة الأوكرانية وهي نفسه نفس الليرة لا بتهش ولا بتنش موضوع فادي الدباس بشكل كمان مختصر وهو موضوع ما له علاقة لا بالرياضة ولا إلو أي صلة بمجال اتحاد كرة القدم موضوع فادي الدباس إلو علاقة بغايات تانية ما هو كان تاجر وكانت عنده مساءلات قانونية كتير كبيرة وحاليا تم الكشف عليها يعني الموضوع كان فيه إنه وقرار إيقالة فادي الدباس قبل شهرين كانت مجهزة بشكل مسبق أي تاجر بسوريا هو مدان حتى تصبت براءته المقول الشهيرة المتهم بريء حتى تصبت إدانته لكن بسوريا الوضع مختلف جداً المتهم مدان حتى تصبت براءته فلذلك نحنا ما فينا يعني ننكر وجود إدانة وواضحة لفادي الدباس أو لغيره من الأشخاص المسؤولين بالبلد أو التجار أو المنتفعين بمصاري وقود الشعب بعد الاستفسار والتمحيص اكتشفنا إنه كان من الصعب جداً تفعيل خاصية من أين لك هذا بالنسبة لفادي الدباس لما كان رئيس اتحاد كرة القدم بسوريا ليش كان صعب تدخل الحكومي أو معاقبة فادي الدباس وهو رئيس اتحاد كرة القدم لأنه هو رئيس منتخب من قبل الفيفا يعني الفيفا هي اللي بتسيطر على موضوع اتحاد كرة القدم كانت ما رح تقبل التدخل الحكومي أو أي عقوبة بتخص فادي الدباس فكانت الرؤية إنه نشيل فادي الدباس عجنب من رئاسة الاتحاد وبعدين بنقرر القرار المسير للجدل بالنسبة لفادي الدباس علما هو ما هو مسير للجدل أبداً كونه كان واضح جداً على العموم يا شباب اللهم لا شماتي أنا ما بدي أشمت بمصيبة أي شخص بتمنى يكون بريء من هذه التهمة لكن بشكل أو بآخر مثل ما حكينا بسوريا المتهمدان حتى تثبت براءته هذا كل شي حابب أحكي عن القضية المتعلقة بحجز الأموال الخاصة بفادي الدباس وزوجته بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة اشتركوا في القناة